التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وخلال الاتصال الهاتفي أشهدت ميلوني بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها معربة عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس السيسي ومؤكدة الحرص على تعزيز التواصل البنائي لاستثمار التشاور والتنصيق المنتظم إذاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية فضلا عن مواصلة تعزيز أطور التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات من جانبه عرب الرئيس السيسي عن تقديره لرئيسة وزراء إيطاليا مؤكدا ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين واستغلال الآفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعيدة فضلا عن مواصلة التنصيق والتشاور مع الجانب الإيطالي بشأن مختلف القضايا والملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية أقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلية لمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة المواني المصرية خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بمناء الأسكندرية الكبير هذا ووجه رئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز نشاط المواني المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية في مجالية اللوجستيات والتجارة وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي أفد حكم منطقة أوداسا بجنوب أوكرانيا بأن الصواريخ الروسية استهدفت محطة الحبوب للمشاريع الزراعية بالمنطقة كما أفد كذلك بإصابة شخصين جراء القصف وتواصل روسيا قصف منطقة أوداسا وموانيها منذ انتهاء اتفاق الحبوب بالبحر الأسود الاثنيني الماضي صرح مناصق الاتصالات الاستراتيجية لأمريكي جون كيربي بأن تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 إلى أوكرانيا قد يبدأ نهاية هذا العام وأضف كيربي أنه من غير المرجح أن تكون الطائرة وحدها قادرة على تغيير مصار النزاع مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تحتاج في المقام الأول إلى المدفعية قال وزير الدفاع البريطاني بن والس أن المملكة المتحدة سلمت أوكرانيا قذائف مدفعية أكثر بـ 15 دعفا مما كان مخططا له قبل عام وأضف والس أن لندن أرادت رسالة 16 ألف طلقة مدفعية إلى كييف العام الماضي لافتا إلى أنه تم تغيير تلك القطط للاستجابة سريعا لأولويات أوكرانيا وشدد والس على أن بريطانيا نقلت إلى القوات الأوكرانية أيضا ما لا يقل عن 5 ملايين قطعة سلاح مضادة للأفراد بما في ذلك قذائف هاون وقنابل يدوية بالإضافة إلى 1500 قطعة سلاح مضادة للطائرات ومئة قادفة قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستقدم 380 مليون دولار إضافية كمساعدة إنسانية لأفريقيا وأضف بلينكين في بيان أنه بهذا التمويل تكون واشنطن قد قدمت أكثر من 4 مليارات دولار كمساعدات إنسانية في هذه السنة المالية لاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين والمتضررين من النزاعات والأزمات في القارة الإفريقية أعلنت الهند ارتفاع عدد قتل الانهيار الأرضي الذي وقع في غرب البلاد إلى 16 شخصا وأضف أيضا مسؤولون أن السلطات أعلقت عمليات الإنقاذ بينما لا يزال هناك 100 شخصا تقريبا محاصرين وشهدت إحدى القرى الصغيرة النائية بولاية مهارشترا الواقعة في غرب البلاد على بعد نحو 60 كيلو مترا من ممبي انهيارا أرضيا تسبب في تدمير عدة منازل وحصار الكثير من السكان وأحدثت موجة من الحر الشديد وحرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات أضرارا كبيرة في شتى أنحاء العالم في الأيام القليلة الماضية مما أثار مخاوف جديدة بشأن وطير التغير المناخ مخاوف جديدة بشأن وطير التغير المناخ